حلمنا كل يوم بيكبر وبنرسم طريق جديد للتنمية الصناعية بقلاع ومجمعات صناعية عملاقة في كل شبر على أرض مصر وفرت آلاف من فرص العمل في القطاع الخاص والحكومي وبسواعد 30 مليون عامل مصري قدرنا نحقق حلمنا بنهضة صناعية من اليوم الأول أكدت القيادة السياسية على ضروري تحقيق نهضة صناعية عملاقة الهدف الأكبر الصناعة تغطي احتياجات السوق المصري تنقلنا من منطقة الاستهلاك إلى منطقة الانتاج وعلى الفور قدرنا نسخر كل مواردنا علشان نبني للمصنعين وأنشأنا أكتر من 17 مجمع صناعي في 15 محافظة وقدرنا نرجع وانطور الصناعات الاستراتيجية ونجحنا نخلي شعار صنع في مصر متداول في الأسواء العالمية وقدر القطاع الصناعي يساهم في 16.8% من إجمال الناتج المحلي وعلشان نحقق نهضتنا الصناعية كان لازم نهتم بالإيد العملة المصرية وده من خلال تدريبهم وتأهلهم على مواكبة التطور الهائل في المعدات والآلات الصناعية من خلال تدشين أكتر من 43 مركز تدريب مهني وتنفيذ 876 برنامج تدريبي وقدر قطاع الصناعة في مصر يوفر أكتر من 7.5 مليون فرصة عمل خلال 10 سنوات ومازال التطور الصناعي مستمر وكل يوم بحق قفزة جديدة هدفها ترجع مصر لمكانتها على خريطة الصناعة في العالم بتبدأ قصتنا مع واحد من أهم المجمعات الصناعية الوليدة على أرض مصر مجمع هاير مصر الصناعي العملاق الصديق للبيئة بمدينة العاشر من رمضان صمرة التعاون والشراكة الصناعية مع شركة هاير الصينية وتعتبر هي الأولى عالميا لمدة 15 سنة متتالية من حيث حجم إنتاج الأجهزة المنزلية واللي بتمتلك 35 مجمع صناعي و130 مركز صناعي في 200 دولة حول العالم من خلال أكتر من 230 ألف مركز تسويهي تم إنشاء المجمع الصناعي هاير مصر على مساحة 200 ألف متر مربع بإجمال استثمارات أجنبية بقيمة 135 مليون دولار والنهاردة بيتم افتتاح المرحلة الأولى من مجمع هاير مصر الصناعي واللي بيضم أربع مصانع بإجمال استثمارات 85 مليون دولار منها مصنع لإنتاج التكييفات بأنواعها المركزي والمنزلي باستخدام أحلث الماكينات والآلات واللي بتقوم بتصنيع جميع مكونات التكييف بأياد مصرية وجودة عالمية كما يضم المجمع الصناعي مصنع لصناعة الغسلات بأنواعها وفقاً لأحدث التقنيات العالمية في مجال صناعات الغسلات المنزلية بالإضافة إلى مصنع للتليفزيونات والشاشات الإلكترونية بمختلف أنواعها وبدقة وجودة عالية وأخيراً مصنع لتشكيل المعادل وحقن البلاستيك والدهانات وذلك للتحكم في الجودة من خلال الإنتاج لضمان الحصول على منتج عالي الجودة وبسعر مناسب بيوفر مجمع هاير مصر أكثر من 3000 فرصة عمل مباشرة للشباب بعد تدريبهم وتنمية مهارتهم التصناعية وفقاً لأرقى النظم الإلكترونية الحديثة ومن المنتظر تنفيذ المرحلة الثانية من المجمع لإنتاج عدد من الأجهزة الإلكترونية المتنوعة بإجمال استثمارات تقدر بـ 50 مليون دولار مجمع هاير مصر للصناعات الإلكترونية منتجات إلكترونية مصرية لجودة عالمية وأسعار تنافسية قصة نجاح لمجمع صناعي ولد عملاقاً قلاع ومدن صناعية عملاقة تم إنشاءها في كل محافظات مصر وفرت الآلاف من فرص العمل لشبابنا فتح الطريق الأمل لتحقيق حلمنا في نارد صناعي